من جهة اليمين ومن جهة اليسار ونشوف الطفل قد يلتفت إلى الصوت أو نسميها بطريقة الهمس وهي منادات الطفل أو طريقة سماع دقات الساعة ترى صوت الساعة هو عالي مواطي فإذا كان ماكو أي صوت آخر غير صوته فيمكن أن الطفل يلتفت إلى هذا الصوت وهذه الطرق سميناها تقليدية لكونها طريقة غير دقيقة في عملية قياس وتشخيص القدرة السمعية لأن بها عوامل دخيلة كثيرة منها قد يكون صورة الشخص يقوم بالقياس وجود الأم وكثير من الأمور غير دقيقة أما الطريقة العلمية اللي هي النوع الثاني والقسم الثاني الحديثة فهي عملية اللي نسميها جهاز الأوديوميتر والآن أيضاً جهاز الأوديوميتر اللي هو بواسطة التقدم العلمي الحديث بالكمبيوتر أيضاً فلذلك نشوف الطريق إلى جانب دقيق في عملية القياس السمعي هنا نشوف بأنه الطفل راح يكون موجود في مكان